حياكم الله أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة حلقات مواقع بتغير حياتك الجزء الثمانية وثلاثين قبل ما نتكلم عن الموقع اللي معنا اليوم بحب أذكركم به الاشتراك بالقناة عن طريق الضغط على زر سبسكرايب او اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تبخلوا علينا بلايك وشير وكومنت تطيف متركم حتى نستمر في تقديم المحتوى اللي ان شاء الله ينال اعجابكم الموقع اللي معنا اليوم اسمه who.is اكتب في الجوجل who.is هيجيك هذا الموقع فكرة الموقع بكل بساطة انو انت احيانا انت بتتصفح الويب بتشوف مواقع كثير بتلفت انتباهك وبتعجبك فبدك تعرف مين صاحب هذا الموقع او هذا الموقع الامين فبكل بساطة تعال على who.is وحط الدومين هون او ال url تبع الموقع اللي بدك تعرف انت هو الامين فمثلا لو بدي اجيئك بساطة على facebook.com واجيئ اقول له مثلا search انزل تحت يا سيد العزيز تعال هون في عندك هون الارجيستراتي مطاقة المنصبات الوحيدن منتات عبد الموقع التقهرية او تتكنيك التقهرية والوصفة الوصفة الارجيز والمحياة مينلو بارك الجيش على الوحيدن مطاقة الموت keywords الجانبات الملاب 10 الاقلية وما هيالتفاصيل الوصفة 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 valentstechnang مؤخرة الوصول والمؤخرة الوصول والمؤخرة الوصول الأشخاص والمؤخرة الوصول تعود على المواقع من y a to z يجب عليك موقع ثاني مثلا خشلو بالله قبل شوي كنت أشوف هنا موقع أثانا كريت لي مثلا هون بعض التفاصيل عن الموقع لاحظة يا جماعة هون تفاصيل كاملة registration contact information administrative contact information technical contact information طبعا في بعض المواقع buddha privacy للمعلومات اذا انت في مواقع كثير يحبب تعرف مين هي بكل بساطة فوت على who.is وكتب ال domain او url ونشوف انه موقع تاني مثلا بلا هذا الموقع جربته تبع مجلة كبست عليه هون اعطاني ال name academize.org دومين اي دي السيرفر وا 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 تفاصيل كامل متكامل حبيت تعرف هذا الموقع الامين جيب ال url تبعه او ال ip تبعه وحطه في السيرتش باكس واعمل سيرتش تحياتي